اشتركوا في القناة اي شخص بيتكلم على النادي الاهلي بالبطل دائما وابدا الكل بيحاول يلصق مشكلة الدور العام بالنادي الاهلي تأجيلات الدور العام بسبب النادي الاهلي رغم ان المفروض الكل يكون سعيد ومبسوط ان عندك نادي مش اقول كل شهر بيحقق بطولة سنويا بيشرف القرى المصرية موجودة على منصة التتويج بيلعب نهاء دوري ابطال بقالوا 4 سنين ودي السنة الخمسة بقالوا 5 سنين متتالية بيلعب كاس عالم اندية اول نادي مصري مرشح ومتواجد في كاس العالم بالنظام الجديد في العالم المتحدة الامريكية النادي المصري الوحيد اللي كان لي الشرف التواجد في اول نسخة تجربية من السوبر ليج الدوري الافريقي كل دي ارقام حلوة يعني كل دي ارقام ممكن تعمل تخزية للبرامج الرياضية وللإعلام الرياضي وللسوشيال ميديا لان انت عندك نادي دايما عنده جديد دايما متواجد في كل الاحداث القرية دايما موجود في كل المحطات اللي فيها رئيس الفيفا ورئيس الكاف ورئيس الاتحاد الأسيوي كمان موجود وكل رجال الاتحاد الدولي حتى البطولة اللي هتتلاعب في نهاية عشرين اربعة وعشرين انتر كونتيننتل بالنظام الجديد مش كاس عالم لو الأهل إذا ربنا وفقوا بالفوز على الترجي هيبقى أول نادي يلعب في هذه البطولة اللي هتتلاعب بالنظام الجديد في الفترة اللي جاية طالما ما فيش كاس على موسع ب32 نادي فكل دي حاجات كويسة كل دي حاجات إجابية ولكن دايماً تصطدم لازم يطلع على كده كل يوم واحد بافتكاسة جديدة مبارح واحد من محب هذه الافتكاسات دمه خفيف دمه شرباط ينهر ازرق على كل تصرحاته وكلامه وانتقاداته في تعليقاته حتى وهو بيتكلم ومن حب الأفشات الأفلام دايماً طالعه يقولك إيه الأهل وصل فاينال دوري أبطال بس الترجي كمان وصل فاينال دوري أبطال تعال نشوف الأهل يلاقي بكم مباراة والترجي يلاقي بكم مباراة وراح استعرض جدول تحديد البطل دلوقتي في تونس لأنه هو لو هيعرف أو الإعداد محضر له الترجي والدوري التونسي بتلاعب إزاي ما كانش عمل اللقطة دي ما كانش وصل للموضوع ده أصلا وراح دخلنا كمان في موضوع الدوري المغربي رغم أن فاينال دوري الأبطال ما فوش فريق مغربي بطل مصر مع بطل تونس ولكن هي أي حاجة لازم أحط فيها النادي الأهل فراح جاب لك إيه بقى؟ قال لك الترجي لعب أربع مباراة في دوري التحديد البطل وقبل كده لعب حوالي أكتر من خمستاشر ستاشر مباراة طبعاً هو ما يعرفش أن دوري التحديد البطل دي جاي بعد دور بيتلعب على أراضي ملاعب محايدة وكل ما في الموضوع أن الترجي من أول الموسم لغاية دلوقتي ما لعبش غير حوالي خمستاشر ستاشر مباراة والفرق اللي بينه بين عدد مباراة الأهل التلاتة أربعة مباراة دول إن الأهل كان بيلعب كاس عالم أندي والأهل كان بيلعب السوبر ليج زيه زي الترجي فبالتالي عدد المباراة قليلة هنا وهنا عكس الفرق المغربية سواء الرجاء أو الجيش الملكي أو الفرق اللي هي موجودة في مقدمة الدور المغرب وعملة وصلها لعدد مباراة أكتر مش هروح لفكرة أن الأهل لعب السنة دي حوالي 30 مباراة على أقل ما بين محلي وإفريقي وقر وأكتر فريف ومصر لعب مباراة بالمقارنة بالنهاية الزمالك مثلا يعني ما لعبش المباراة القرية والدولية بنفس حاج مباراة الأهل بس تبص على المباراة في الدوري زيادة عن الأهل المباراةين وفي الأربع مباراة اللي جاية قبل نهاية إفريقيا يكون الأهل لعب زي الزمالك رغم أن الزمالك السنة دي ملعبش كم المباراة اللي خادها الأهل سواء داخل مصر أو خارج مصر برضو حاجة فيها دولة من جزئية دي بس دايما يلصق الطومة أن الأهل المسؤول عن شكل الدوري العام طب وإنت بتستعرض جدول الترجي التونس عشان تعرف أن الناس عايزة تجيب الأهل في أي جملة مفيدة عشان تتشاف قالك إيه؟ الترجي لعب أربع مباراة جايب 13 نقطة أنا أول مرة أعرف أن نقاط الجدول الدوري بيبقى فيها تحسين زي السنوية العامة زمان عارفيني التحسين بتاع السنوية العامة زمان أنك تجيب 102% و 105% أربع مباراة يعني 12 نقطة لو أنت كسبت الأربع مباراة لكن تجدول محطوط إزاي؟ الترجي أربع مباراة كسب ثلاثة يتعادل مباراة المفروض كده يبقى 10 نقطة قالك 13 نقطة عشان تعرفوا الإعلام بيقدم إيه للناس؟ عشان تعرفوا الإعلام بيقدم كلام كله مغلوط ضد النادي الأهل ما هي أفاشات الأفلام بقى وحب الترند والزهور وعدم التركيز اللي موجود على الشاشة هو اللي بيوصل الناس للمرحلة اللي احنا شايفينها بيعرضوا جدوى الغلط بيتكلموا على ترتيب مباراة غلط مش عارفين الدوريات العربية بتتلاقي بقى نظام لكن هو دايماً يتكلم على الأهل خد بالك مبارح كان الحاج عامر حسين وأنا دايماً هنا دايماً الانتقاد لي على فكرة يعني بس تلع صرح تصريح أنا بصراحة برضو إيه وإيه فتع عنده شوية قال لك لو الفريق الأهلي بيلعب كم هذه المباراة القرية والدولية حطه بيلعب في دوريات أوروبية بنفس الحجم ده هتلاقي مباراة مؤجلة كتير عارفين هو بيتكلم صح ليه في الجزئية دي؟ للي بالفعل الاتحاد الأوروبي ما بيعملش نفس اللي بيعمله الاتحاد الأفريقي هنا في مصر أو عنده حق في الجزئية دي فعلاً ليه بقى؟ زي ما قلت الاتحاد الأوروبي ما بيعملش نفس اللي بيحصل في الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي محدد المباراة ده يلعب الثلاث ده يلعب اللاربة الدوريات الأوروبية محددة مباراةها سبت حد فالجدوى المعروف لكن هنا الاتحاد الأفريقي يلعب جمع يلعب سبت يلعب ثلاث يلعب اللاربة مع فكرة كمان دخول مسابقة السوبرليج مع تحديد كاس عالم أندية في المملكة العربية السعودية في توقيت متأخر فكل ده أربك المشهد أو عمل ارتباك شوية في مشهد جدول مباريات الدور العام كان من المفترض أن الجدول يتعامل بنظام مختلف ولكن الربطة للأسف يعني لعبة الدوري بشكل مختلف خالص أرجوكم يا جماعة لما تتكلموا على مشاكل الدور العام طلع الأهل برا المعادلة ووجه كلامك للمسؤول كونك أنك تحط الأهل اسم في الموضوع يبقى أنت عايز تبقى تريند عشان عنوان لم ينزل على السوشيال ميديا يبقى نسبة المشاهدة عليها يعني هي دي الفكرة ولكن أقول لكم الأهل برا المسألة ولا ليه علاقة بكل الكلام اللي بتقال ده بس أنتو عارفين دايما أن فيه ناس دماء خفيف بتحب دايما تعمل أفشات الأفلام بالليل كده في الصهرة عشان تسلي الناس طيب ده جانب مهم جدا فيه جانب تاني وهو جانب بقى مهم أكتر بكتير من كل اللي احنا بنسمعه في الأماكن التاني كيف يستعد الأهل لمواجهة الإسماعيل كيف يتعامل مرس الكولر بعد الفوز على مازينبي ونشوة الانتصار والتأهل النهائي بهذه المباراة الصعبة اللي الأهل بيواجه فيها منافس قوي دايما مبارياته فيها إثارة وقوة ما بين الأهل والإسماعيل حتى المباراة اللي بتتلاحي في برج العرب بدون جمهور والإسماعيل مع إيهاب جلال تحديدا السنة دي نتائجه مش أفضل شيء يعني الإسماعيل في المركز التلاتاشر بتسعتاشر نقطة ولعب كل مباراة الدوري ما عندهش غير مباراة أو اتنين بس لموجلة إيهاب جلال في مبارايته مع الأهلي لعب ستاشر مباراة ضد الأهلي الأهلي كسب اتناشر اتعادلوا تلاتة إيهاب جلال كسب الأهلي مباراة واحدة بس لما كان ساعتها بيقود مصر المقص لما كان حتى بيقود الزمالك خسر من الأهلي فكل التفاصيل دي بقى محتاجين نسمع فيها زمنا ومراسلنا فاروق صلاحي اللي موجود حاليا في ملعب التتش في الجزيرة عقب التدريب اشتركوا في القناة